يمكن معينا على التليفون كابتن ماهر وهيب عضو مجلس إدارة اتحاد الجلف كابتن مساء الخير مساء النور مساء النور منوارنا ومشرفنا على قناة نادي الزمالك الله يخليك دي قناة المحببة لي يعني أشكرا ده شرف لينا يا فندم الله يخليك كلمنا عن الأجواء في البطولة المنافسة عاملة إزاي؟ عايزة حرارك تشرح لنا أكتر هي دي البطولة رقم 40 وبتقام على الملاعب نادي دريملاند وهي البطولة بتبقى على أربعة أيام من يوم 19 إلى يوم 22 بيبقى فيه قبلها يومين تدريب وبعدين الوفود بتغادر بقى في يوم 23 منتخب مصر يقدر يحقق اللقب ولا المنافسة شارسة أوي؟ لا هي المنافسة شارسة أنا كنت سمعت بتقولي النتيجة بس النتيجة اللي انت يوتيها دي بتاعت أول يوم النهاردة النتيجة تعدلت بعد اليوم الثاني فمنتخب مصر الآن يبقى في المركز الثالث هي السعودية تتقدم بـ 450 ضربة يليها تونس 454 ومصر 463 طيب تمام جداً مين أهم اللعيبة اللي بيشاركوا في البطولة من مصر؟ هو الفريق المصري بتكون من أربع لعيبة هم دين نعيم، حسن سعيد، ماجد عبدالتواب وعمر محفوظ في لعيبة مصنفين بيشاركوا في البطولة؟ مصنفين يعني على مستوى إيه؟ العالم؟ لا على مستوى العالم لا يعني هما مصنفين عربياً يعني أو لو في تصنيفاتها تبقى أرقام بعيدة جداً أيوة أيوة طيب هل البطولة تأثرت بالظروف المناخية؟ آه طبعاً طبعاً الجو بارد جداً والهوى شديد جداً وملاعب ديني ملاندي هي طبعاً تشعرفها دي في أكتوبر طبعاً يعني في الصحراء يعني ومفتوحة الأرض الهوى طبعاً قوي جداً وأسع من القاهرة يعني نفسها من القاهرة داخلها كنت تأجيل أي حاجة من المنافسات ولا المنافسات تمت إقامتها في موعدها العادية يعني لا لا كل حاجة في موعدها العادية لأن الجولف لا يتأثر بالجو يعني جو بارد جو في أمطار جو لعبة الجولف مش بتطأس آه إلا بقى لو حصلت حاجات يعني غير طبيعية زيادة يعني أيو أيو طيب خطة البطولات في الفترة اللي جاية هتكون إيه؟ البطولات في الفترة اللي جاية في مصر هتنظم بطولة أفريقيا هتنظم البطولة العربية للنشئين ده كلام ده في السنة الجاية 2022 يعني في النص الأول من السنة آه كنت فكرة استضافة مصر لبطولات الجولف بيفرق معايكو قد إيه؟ يعني بيفرق مع الاتحاد والمنتغب أو اللعيبة والجهازة فبيفرق قد إيه فكرة استضافة مصر لبطولة؟ لا طبعا مصر هي يعني من رائدة الجولف في الدول العربية يعني طبعا أمح بيحب ويجو مصر ولما البطولة بتنظم مصر بتنظم بطولات يعني على مستوى عالي من التنظيم وكده تمام كابتن ماهر وهيب أنا بشكر حضرتك لوجودك معينا على قناة نادي إزا مالك نورتنا وشرفتنا وبالتوفيق إن شاء الله